أكيد ميسان من مسرح الأودجون الأثاري بمحافظة السويداء للشعر اللي عم بلامس حياة كافة تفاصيلها مع ضيفنا لليوم اللي نسج بحروفه كتير من المعاني هو الشاعر السوري حيان محمد الحسن عضو اتحاد الكتاب العرب من موليد طبعاً 78 هيئلنا عمرك على هو يسعد صباحك أستاذ حيان أهلا وسهلا فيك بصباحنا غير يعني العديد من الأعمال نشرت لحضرتك في مجال الشعر وفي مجال النثر ولكن اليوم يمكننا نحكي عن مجال الشعر يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك صباحكم محبة وفرح أستاذ حيان خلينا هيك نبدأ مع حضرتك نحكي عن بداية الكتابة دايماً الواحد وقت بيكون عم نحكي عن شاعر أو عم نحكي عن كاتب بيكون عنده بدايات سهير بدايات تكون أساس لهالمراحل اللي بيوصلها أكيد الشاعر لابد من قاعدي أو لابد أن يكون لديه المخزول الكافي لكتابة الشعر أنا نشأت في قرية ساحلية عند المساء تسدل شعرها على كتف الجبل وفي الصباح تستحم في مياه البحر رزقنا الله طبيعة ساحرة هذه الطبيعة كان لها إنعكاسات على شعري ونضوجه في مرحلة بعد كتبت الشعر في مرحلة الشباب كتبت عشرات القصائد طبعاً دلشرتها في الصحف المحلية ولكن في مرحلة بعد الشباب وسفري خارج سوريا للدراسة واطلاعي على الأدب الفارسي أكسبني خبرة أكثر وأصبحت قصائدي أنضج مما سبق وكتبت قصيدة النسر والقصيدة الكلاسيكية العمودية والذي عدة مجموعات صادرت مؤخراً صارخة عاشق يمكن آخر إصدار لإلك خلينا شوي نحكي عن هذا الإصدار ونسمع شي منه صارخة عاشق صدرة حديثة في السابيع الماضية عبارة عن عدة قصائد عمودية غزرية طبعاً مواضيع المطروحة في المجموعة الشعرية هي غزرية بامتياز ونسمعكم شي يلا تفضل سأقرأ نص قصير يلا مرّي على درب حبي مرّي على درب حبي ذكريات شذى بخمرة من شفاه لو عتي فيها لا تتركيها خوابيك بلا رشف لا تسكر الخمر إلا في خوابيها وأرض صدري عطشة لا رواء لها صب العناقيد خمراً فيي وارويها روحي بها ضمأ على أي أساس بتعتمد شو الشي اللي بيدفعك للكتابة وأكتر شي بيأثر فيك الحقيقة الشاعر لا يستطيع أن يختار الموضوع الذي سيكتبه يعني هناك عدة عوامل أو عدة أمور لسوق الشاعر سوقاً إلى كتابة قصيدة أو نصر طبعاً الشاعر حالي انفعالية ممكن في حالة حزن أكتب قصيدة ممكن في حالة فرح ممكن فقدان عزيز الحالة هي التي تفرض نفسها على الشاعر عندك مبادرة كمان يمكن خلينا نقول جميلة بس غريبة بنفس الوقت هي توزيع دووينك بالمكاتب مجاناً خلينا نحكي عن هيئة الفكرة ونحكي شوي عن كيف طلعت بيبالة كيف عم يتم التعاطمة الحقيقة قيامي بهذه المبادرة جاء من احساس نابع من احساس بأن الأدب رسالة وحتى أن نقدم هذه الرسالة بكل أمانة علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع القارئ توزيعي كتبي على المكتبات والمجان أنا تخصت هذه الخطوة لعدة أسباب منها عدم قدرة القارئ على شراء الكتاب في ظل هذه الأزمة ثانياً لتقريب المسافة بين القارئ والكاتب والشاعر وأعود أكرر أن الأدب رسالة وحتى نؤديها بكل أمانة علينا أن نتخذ عدد خطوات جريئة وإن شاء الله كل أمل أن يحذو باقي الشعراء على خطايا في هذه المسألة وقد نكون وفينا جزءاً من رسالتنا التي نسعى لأدائها كثير حلوة هذا الموضوع ذكرت حضرتك فعلاً أنه بالأزمة يمكن صار في الواحد عنده الكثير من المشاكل وممكن الناس تقدر تروح تشتري كتاب فيه ناس تضع ما بيسمح له خلينا نحكي الأزمة قداش أثرت على كتاباتك وعلى قلمك تأثرت فيها كتبتشي عن الحرب بسوريا كل شاعر أو كاتب لم تؤثر هذه الأزمة عليه أعتقد أنه ليس بشاعر أو كاتب مجرد رؤية هذا الوطن إذا عرض لهذه الهجمة الشرسة ورؤية قوافر الشهداء يصحضون إلى العلياء وصمود هذا الشعب وهذا القائد تلاحب الشعب مع القائد لا بد أنه تأثير كبير على ذائقة الشاعر لا بد أنه سيتفاعل مع هذه الحالة وحالما سيكتب أنا في سنوات الحرب كتبت عشرات القصائد في الشهيد وفي صمود الوطن هي عملية توثيق لتلك المرحلة التي مرت بسلام على وطني الحبيب سوريا وأصدرت أولى مجموعاتي في الشعر الكلاسيكي القصيدة العمودية ديوان بعوان عرينك شامخ وإن شاء الله سيصدر الجذ الثاني منه قريبا دعونا نسمع شيء كمان سأقرأ عدة أبيات يلا تفضل لأن القصائد طويلة طويلة هم تختار لنا هلأ نعم سأختار نص بعنوان وخصيل بعنوان الشعب خلفك يا بشار واعصار يلا تفضل الشعب خلفك طوفان واعصار وأنت للشعب إشراق وأنوار رفعت للعرب هاما عاليا أبدا فصار كل شهور العام آذار أرسيت نهضتنا أزكيت وحدتنا أعليت رايتنا فالحب نوار لما رأى الغرب ما أنجزت متئدا للشعب يتحفه بالنصر مغوار تحركوا زمرا تحركوا زمرا صهيون قبلتها وللفتاوى طواغيت وفجار شاءوا بنا القتل والتفريق ويحهموا وإننا في سبيل الحق أبرار دم الشهادة من أجيالنا نهر وحوله من زحوف الجيش أنهار هذه البلاد سفين المجل سائرة فكيف يقضم في أحشائها الفار فحافظ قادة الشرينة والسطره فخرا تقاصر عن علياه أقمار هو الرسالة وحي الله مبدأه صانته من كيدهم في الخطب أقدار بشار يا حلما من بعده أمل في صفه كل الأهل الحقي أنصاره سيد حيان يعني نشكرك كتير لوجودك معنا لليوم ولكلماتك الجميلة نتمنى لك كل التوفيق يا رب وتقدر تحقق كل شي بتتمنى بمجال النثر أو الشعر وغيره شكرا لكم شكرا لوجودك معنا وبالتوفيق بدووينك الجديدة اللي حتصدر إن شاء الله شكرا لكم